فير بلاي سنجيب 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 لأنه عندهم بعض اللاعبين اليوم تلعب في أوروبا وإذننا نقوله أوروبا مش الدرجات الممتازة أوروبا القسم الثاني البرتوغالي والقسم الأول بشوية لا لا حقيقة نقول لك بعض اللاعبين يخذيهم كما منتخب الكونجو الديمقراطية يخذي زوز ملاعبية قدوم في المنتخب الفرنسي ليعرف غلعب كورا لكن احنا شفناهم حتى في فراق فريق النجمة في البطولة السوية كانوا زوز ملاعبية متوافتين وعمرهم ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين سنة وبالتاني معناها قرروا أنهم يكمل كريير متاحهم في الكونجو الديمقراطية معناها نفس الفكر البدني عند الفراق هدوما نفس الفكر التكتيكي بعض الفنيات اللي زادت بحكم أنهم عندهم بعض الفراق اللي هم معناها بعض اللاعبين يوميرعبوا فيه وربما الدرجة الثانية الفريق الرأس الأخضر هك شفته مستويه في النهائي ضد مصر سبعة افناش الفرق ما شفناش التطاول اللي يحكيو عليه فريق الحقيقة الرأس الأخضر احنا وقت نزلنا عليه ووصلناه فرق عشرة لو في الدور الأول وصلنا ربحين وعشرة بونتشرة للأخضر فريق الكونجو الديمقراطية اعتقد أنه تم شوية استسهيل من منافق من اللاعبية متاعنا في الموضوعات شريكة ونحبوا أن أكلوا اللي منعب بوقتي يعرف روحوا جايتوا مصر في الدومي فينال إلى سيدو باسي اللي كانت فينال كيما جايت جايتش حاضر ماتشوم تاع مصر واذاك اللي صار واذاك اللي صار اذاك على شقة القولة برشة الكونجو الديمقراطية وشكوناك اه الوحيد اللي أنا راه اللي هو الحقيقة مو فاجأة بالنسبة لي يعني هو غينيا لأنه غينيا أنا ما نعرف هو مش الحقيقة والحقيقة حتى قد بطولة أفريقية عملت بطولة أفريقية نوادي مع الترجي عمرنا اللي شفنا فريق غيني رو يلعب رو معناه نادي غيني يلعب وشفنا الكونجو الديمقراطية شفنا الكامرون شفنا نيجيريا شفنا لكن غينيا بالذات ما نعرفش الحقيقة فرق من غينيا لعبت وبالتالي الحقيقة ذاك الفريق الوحيد دي فاجأني ونقلق برشة المندخب الجزائري وإلا واحد يترشح كاس العالم معناه فانت خسروا في الخامسة السابسة فرق نقطة يظلي مع الزير أما باقي كل حقيقة نفس التكريبا أعلى شيئا من العادي أنا مو يش في مستوى المنتخب التونسي لو كلينا نكون صريحين معنا مو يش في مستوى المنتخب التونسي عملنا من تونواة تحذيري مم قداش عملنا من تونواة تحذيري في الفترة اللي فادت قداش مشينا اخرجنا من بره من مره يظل المخرجات بكون فقط الجميات كهو باقي كل تربوسات محلية معناه أي بباب التربوسات محلية جبنا الكونجو الديمقراطية في زوز مباريات جبنا يظول البرازيل في زوز مباريات اعتقد فقط هيدا هو اللي عملنا معناه على مدة عام ونص تقريبا من كاس العالم اليو معا ممكن اللي يجو بري اولمبيك اللي عملناهم في فرنسا عندهم عام واربعة شهور معناه نشوف قداش احنا وخرنا من ناحية المباريات ومن ناحية الاحتكاك وهو ما قدموا شو بالتالي نلقاول احنا بجنبهم تقريبا في المنافسة سنجيب شكول المناعبية شدوا انت بيهاك في المنتخب وتكون بالعكس المناعبية اللي خلينا نقوله خيبوا امالك في المشاركة هذه هو المشكلة لاسلام انه ثم برشة تردد وتذبرد في المردود من المباراة المباراة المشكلة كيف كيف يمكن هذا جاي من انه برشة مناعبية قليلة الخبرة في المنتخب التونسي عشرة مناعبية اللعبوا اول مرة كاس فريقيا والشي هذية معناها اسطابيليترين تعمل لعبية اذن اكيد انه جياد جابالا الحقيقة جيد جدا في البطولة هذه خاصة ضد مصر لنعمل ماتش كبير وبالتالي يظلوا جياد جابالا ينجموا احصل لاعب في البطولة هذه كان محمد صفر لانه كونس بحق ينالو الخيناه كان محمد صفر في الترتيب يملعبش يدغول اللعبش يمكن لايصابة عالمدارج وفي الدورة النصفة يملعبش برشة العب ياسين بالقايد ما تماش واحد واضح ظهور بلال عبدالي في بعض الوقات ظهور محمد امير امين درمول في بعض الوقات ظهور ماوة في بعض الوقات ظهور ما كلهو مهاجمين لو لاحظت يا اسلام ما تكلمش على حتى مدافع جيد لانه لحقيقة ما عنا مشكل كبير وكبير وكبير ياسر على مستوى الدفاعي في كل مباراة نقبل وشوف قدش من هدف يظهور لي اقل مباراة قبلناها يظهور لي 28 هدف اللي هو رد المغرب اخر مباراة وبالتالي نتكلم على حراس محترمين بعض اللاعبين في الهجوم اللي كانوا جيدين مثلا تحظ ضد الكونجو الديموقراطية محمد علي اما الدفاعية ما شفنا حتى ملاعبية تقريبا مستوى كبير من ناحية الدفاع الشي اللي اثر على المسدود العام للفريق بتاعنا في البطول الافريقية ومش هذي باقت سلام حتى في الالعب ضح المتوسط وقبلها فمتا سنجيب بخلاف التحريرات السيئة بخلاف المناعبية اللي حكينا عليهم يمكن الدفاع خاصة ما كانوا مش في مستويهم في شنو تجم تلوم على سامي السعيدي كمدرب مباراة مصر اتفرجت فيها معناها الحقيقة ما نفهماش حبه حتى برش حاجات نلومهم على سامي الا مثلا كان ممكن صبر برش على ياسين بالقايد ما خرجوش كان يدخل ودخل محمد صر صاحب الصبرة في الباطعة الاخرى ممكن ثانيا ممكن قعد برشة بجهات الدفاع وهجوم الشي اللي اثر شوي على الدفاع متاعنا في الدفاع طبعا انا نتكلم وانا نتفرج منورة التلفزة ومرزيح وهو عنده تحذيراته وعنده تحذير مبارياته وشيف الفراق الكل وهو يعني اقربنا برشة برشة من نحن اللي احنا بعاد شوية كن يمكن هذوم الوضعيات اللي يتلوم عليهم شوية تلوم شوية على الاختراب تعمل لعبية مثلا حكيت لي على لي بي فو وانتي حكيت على الجهاد كان لجمي اسماع اخرى تكون في المنطقة بتعاون شوية الجهاد والله يقول لي صار يحقيقها اسلام صار غريب شوية يعني برشة من لعبية مثلا كيما روين شوية يتخلوا وخرج كيما حسني اللي كان مفروض بشيكون معاهم وبعد ما لقى شروحوا معاهم يلقى نلقاهم لعبية كيما اشرف المرغ لي واللي اللي حقيقها ملعبش براتيك مومبول كل هو كمحسوطو هديكا وكهو كيما قاهم لعبية كيما ما لاسف معي بعلي صبيت كيما الزريات اللي اللي مشافي اخر وقته اكيد مش يكون حاضر البطولة الافريقية اللي هو داخل على النصف النهائي دي راكد معاول الدصرير كيفو هو كيما مثلا على مصفة اللي عمل عام ممتاز جدا في النادي الافريقي وبالتالي بعنا كينا جميعا وانه قاوم باباكادي مونكروزي ضولي وسامال بوغاني واحد من اللاعبين الصبرة تضرب في وسط قبلها كيف كيف العب بالنور فجأة معناها بالنور مامشيش معاهم البطولة الافريقية والنور واحد من اللاعبية العناصر الخبر جميعتي الفريقية معناها قدت اشياء لحقيقة بعض اللاعبين اللي كان ينجميزوا بالحقيقة السامي السعيدي كيما مثلا ان رامح مهم ولو انه المعلومة اللي عندي انه رامح مهم مامشيش البطولة الافريقية لانه ما عندوش باسبور حاضر لانه نقول وين وين والجامعة وين الادارة الفنية باش نحن تحضر له باسبوره في نص نهارة طبيعي جدا في تونس لاعب دولي هذي المعلومة اللي وصلتني والله او اعلم شخص عادي يحضره الباسبور في هنهارة كما قلت انتي ممو جامعة نصرين اللي قلت يدو في ساعتين شخص عادي فما بالك لاعب دول وماشي مثل منتخب وماشي مثل بلاده في تظاهرة كبيرة المفروض يحضر له حتى في اربع ساعة الباسبور حاجة عادية جدا فانت ام رامح مهم اسلام جبالي بعض اللاعبين اللي كانوا نجم يعانوا جهات جبال هذي كانوا رغم وجود غازي بن غالي لكن غازي بن غالي مقاعش استعملوا بكل ومعناها وشو نقول لك برشة تغيب يكونوا ثلاثة نعم ثلاثة لانه اكثر ملعبين استهلكوهم في الدفاع ماذا بنا نهزوا ثلاثة ملعبية كذا ثلاثة احنا هازينا ايدي هازينا فراد لو مدافع صريح وحمد الله لهازي نهل لانه بعد اصابة البغاني ولا فراد يلعب شوية في الليل وقصلي يخرج رسان طولي مثلا ولا يخرج دو منوت ورغم اللي فراد مكانش مصيباني لي ذات مرير برشة حكيات حسيلوا نجموا لنا نحكيو فيهم لكن شو نقول انا المشكل مش في البطولة الفريقية ذي المشكل في العام ونصها ذي اللي صاروا برشة تذذب ولحقيقة حتى المدرب الوطن يش ما ظلموهش ما شيفش الملعبية برشة صبت فترات يقعد بستة شهور ما يقبلهمش وما يرانيهمش وما يدخلش معهم مستاجيات حتى انتليار مشنو علاش علاش نقول له خطر الفلوس وخطر الامكانيات المادية وغيره وغيره لحقيقة معنا كنت تحكي على فلوس وامكانيات المادية مع منتخب معناه تقول شو ادي بلاد ادي بلاد ادي و ادي راية بلاد ومفروض الموما كل يخرجوا باش نجل منتخب يعلى ويصير عنده استمرار وفي اللعب شو معناها انا نلعب بجدية ضد الكونغو ضد مصر وما نلعبش بجدية ضد المغرب ونلعب بجدية ضد رأس الاخبر معناها انستابيليتي جاية ما تماش تحذيرات واضحة ومليانة ومعبية باش تخليك تكون ستابل وقت يزم تكون ستابل ومعها لحقيقة بطولة افريقيا في في جويلة ادي مثلما حتى حتى قارة تعملها كان افريقيا يعنو في جويلة ادي وقت راحت ملعبية بالتالي باش تلقى اصابات وقت تنتي تدرك عراق في جويلة تلقى تلقى في مصر يحيا الخالب باش اديك مستويرة وغير وغير والدرع الاحمر ماش فيناش ضد المنتخب التونسي يعنو السلسلي جور اي بي زي لحقيقة عام كامل يلعبو يوقع روحو في جويلة يزمو يلعب كاس فريقيا عشي ينجم يترشح الكاس العالم باه بباربعة شهور اخمسة شهور اعطيك صح شكر ليك سيناجيب تقريبا جبنا عراق كل الجوانب اللي تهم مشاركة المنتخب التونسي في بطولة تفريق اعطيك صح بالتوفيق سيناجيب اعشك سين بارك الله وفيك ببعض شوام كاملين اخف جوز في الحصم يا نديو